أكد مصدر في حركة فتح لرؤية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر المراسيم الرئاسية لتحديد موعيد الانتخابات خلال فترة لا تتعدى نهاية كانون الثاني الحالي وأن موعد الانتخابات التشريعية سيكون مع مطلع حزيران المقبل بدوره عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني أشار إلى أن الساحة السياسية جاهزة للانتخابات مضيفا استحالة أن تخوض حركتها فتح وحماس لانتخابات ضمن قائمة موحدة وأن هناك إمكانية لتشكيل اتلافات بين فصائل الطيار الديمقراطي وفتح أو بين فصائل اليسار أو الفصائل الإسلامية بدون شك خطينا خطوة مهمة للأمام خصوصا بعد موافقة قيادة حركة حماس على إجراء الانتخابات تجمع بين أمرين الأمر الأول في مواجهة ومعالجة قضية الانقسام والمصالحة الوطنية الفلسطينية والربط المحكم أيضا ما بين تجديد النظام السياسي في مسألة السلطة الوطنية وما بين الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومسل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أنا أتصور أنه يعني الساحة السياسية الفلسطينية يجاهز إلى ازهاب للانتخابات الكل الوطني كل القوى السياسية والمجتمعية أيضا لديها الاستعداد ولديها الرغبة وهي ترى في عملية الانتخابات هي يعني إضافة لأنه حق دستوري هي أيضا مطلب من أجل تجديد الحياة الديمقراطية وتجديد النظام السياسي الفلسطيني